اشتركوا في القناة والذي عرفها وحده هو علي القرآن هي ايه يا اخوة تعالوا نسمع مع بعض يحتمل ان مثلث برموضة بالاساس هو مركز حرب للإمام المهدي سلامه الله عليه او فيه صناعة حربية للإمام المهدي ام سمعين يا اخوة بركة الله فيكم مثلث برموضة مركز حرب للإمام المهدي حدد فيه الأجهزة حدد فيه السلاح في برموضة يعني هو حدد الطائرات في المثلث والسلاح في برموضة ايه رأيكم يا شيعة مثلث برموضة اتلع اي حاجة بتعدي من فوق ولا بتعدي من حرب تختفي لان تحت سلاح المهدي ما رأيكم في ذلك يا شيعة مش ممكن يكون هو نقله السرداب هناك فعلا يحتمل ان مثلث برموضة بالاساس هو مركز حربي للإمام المهدي سلام العالم او فيه صناعة حربية للإمام المهدي هذا إذا احتاج الإمام المهدي إلى مركز صناعة حربية بعضهم يقول أنه مثل هذه الرواية التي تقول أن العلم يكون عند ظهور الإمام المهدي عليه السلام جزئين فيضم إليه 25 ضعفا ويضمها إليه يخلطها به يعني مثلا الكيمية الفيزيوية العلوم الطبيعية الطب الاتصالات غيرها 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 هذه يضيف ما عنده إلى ما هو موجود بـ 25 ضعفا إلى ما هو موجود وإذا كان هذا يحتاج إلى إعداد أو إلى كتب أو إلى تجارب أو إلى عمل بعضهم يقول أنه من الممكن أن يكون لمثلث برمودة علاقة بفاعليات وعمل الإمام المهدي سلام الله عليه ثم يتالي للظروف هذا مجرد احتمال إذا قام علي إليه نقبله وإلا لا نرفضه عندما نتوقف فيه ونحن نعلم أن الإمام المهدي سلام الله عليه طيب ناخد رأي أبو نور يا إخوة إذا إنه الرأي حديدك؟ بجadd مسلث برمودة هو مكان الإمام المهدي؟ إبو نور هالمسلث برمودة هو أقفال على مكان المهدي؟ الي الي بيقبل مني التسجيل غبي إيمال الي الي بيصدق التسجيل يبقي aproximadamente إذا كان الي بيقبل سمع الزي التسجيل ويمكن عليها غبي المال الي بيسمع هذي التسجيل وبيؤمن بها يبقي أستاذ ابو نور بستاذ ابو نور الله الله سبحانه وتعالى إجدات عقل يعني في رأسك مدكش فردة حذاء فانت لابد انك تشغل هذا العقل اللي يسمع يا اخوة الان بارك الله فيكم ديانة الامامية الاثنى عشرية العجب العجب صراحة